بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء لازم في حلقات يوم الاتنين لما نيجي نتكلم فيها لازم عندنا ابتسام ابتسامة ليه؟ لأن احنا بنتكلم على المستقبل نتكلم على المستقبل اللي هو في الحقيقة أحلى ما فيه هو أولادنا وعشان كده احنا لازم نتكلم عنه مهما حصل فواحد يجي يقول لي هو ينفع الابتسام في اللي احنا فيه ده ده هو ده وقته هو ده وقت الابتسام ليه طيب؟ لأن الابتسامة وظيفتها بتظهر قوي 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 لما يكون فيه ضغوط وعشان كده احنا بنمر بأوقات كتيرة فيه ضغوط كتيرة في حياتنا ضغوط مالية وكمان ضغوط نفسية وضغوط كمان اجتماعية بنمر بضغوط كتيرة في حياتنا وحتى الضغوط الأسرية ضغوط ضغوط من كل الجوانب الضغوط دي مش مسؤوليتها ان هي في الحقيقة تكسر عظامنا لكن مسؤولية الضغوط دي ان هي تظهر اجمل ما فينا ولذلك على فكرة لما نيجي نفهم ده احنا بنتعامل مع اولادنا ونتعامل مع حياتنا نكتشف ان اشد الناس بلاءا ثم الانبياء ثم الامثل في الامثل طب ليه لان الضغوط دي ربنا جعلها في الحياة عشان تخرج احسن ما فينا بس احنا عندنا مشكلة واحنا بنرب اولاد ان اولادنا كمان بقوا مضغوطين بيبقى عندنا كمان ضغوط خاصة بتربيته ضغوط ممكن نحطها في شوية ضغوط اكتر خمس ضغوط بتحسسنا ان احنا لازم نرب اولادنا ونحطهم تحت ضغط شوية امور اول حاجة ان احنا لما نيجي رب اولادنا بنعتبر ان اولادنا هم الفرصة التانية لنا يعني ايه زي الفرصة التانية لنا زي ما اتكلمنا على الحلقة اللي فاتت فعشان انا حاطت امالي الشخصية في اولادي بضغط اولادي وكأننا بنتكلم في اول خمسية احنا عندنا تلت خمسيات في الحلقة دي الخمسية الاولى احنا ليه بنرب اولادنا بالضغوط اول حاجة بنرب اولادنا بالضغوط لان احنا شايفينهم الفرصة التانية بتاعتنا فالفرصة التانية مش ممكن نتهون فيها زي فرصة الاولانية فبنضغط على اولادنا السبب التاني كمان بنبقى مضغوطين واحنا بنرب اولادنا على الضغط عشان احنا شايفين اولادنا ان هم امتدادنا امتداد لحياتنا واللي ما لاحقناش نعمله نعمله ايه الفرم بين التانية دي الحالة الاولانية دي بتاعت الفشل لكن الضغط التاني ده بتاعت ان احنا نكمل كمان مسيرتنا زي مثلا ابا عنده شركة وابنه مهندس ابا عنده شركة وابنه عايز يدخل سنوية عامة لازم يدخله هندسة لان الشركة بتاعت هندسة بغض النظر ابنه عايز ايه خالص وهنا وقفه شوية اقول له انت مسمعتش حضرت النبي لما بعتوله سيدنا انس ايه اللي حاصل ببساطة خالص سيدنا انس بيقول لم يقول لي لي شيء فعلته لي ما فعلته اولي شيء انتركته لي ما تركته الحالة التالتة اللي احنا كمان بنضغط على اولادنا فيها احساسنا بالضغط لاننا بنخاف ان اولادنا يفشلوا فعايزين يكونوا احسن مننا فيه اللي بيخلق بيحصل فلابد انهم مغلطوش فيه اللي حصل وبنخاف جدا من اللقب ان احنا فشلنا في تربيته فالسبب التالية ان احنا بنخاف ان احنا يتقال عنين ان احنا فشلنا في تربيته فبنضغط على اولادنا السبب الرابع بيخلينا نضغط على أولادنا أنه احنا كمان بنقول اننا ما حبش عيالي يكونوا أقل من غيرهم المقارنة بقى الخوف من المقارنات فبندغط على أولادنا عشان نخوف من المقارنات بينهم وممين اللي حواليه رقم خمسة واللي بتزود بقى اللي هو بقى اللي حواليهم العيلة والناس اللي حواليهم مع أن حالة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب أن الناس تقارن ما بين بعضه وذلك رسول الله عليه وسلم كان بيعمل إيه رسول الله يسمي كل واحد من الصحابة اسم لوحده كتاب وما يقارنش بينهم رقم خمسة اللي بيخلينا إن الحياة إحنا عندنا فكرة كده إن الحياة ما بتكونش من غير ضغط فلازم نعمل إيه نضغط على أولادنا عشان يكونوا إيه يكونوا بالضغط دوات مستعدين للحياة ويكونوا مسؤولين في إيه اللي بيحصل فالخمس أسباب دولة بيخلونا نضغط على أولادنا ويبقى الضغط بالنسبة لنا ضغط مبرر نيجي بعد كده إيه اللي بيخلينا بنحاول وإحنا بربي أولادنا ربيهم بالضغوط أول حاجة عشان إحنا مسؤولين عن أولادنا فيعني إحنا عشان مسؤولين عن أولادنا بنصبهم والعزوا بالله بالبلاء وبالضغط وبعدم الاتزان ده إحنا عادين نتكلم في الحلقة وإحنا أولادنا داخلين على امتحانات مع إن الضغوط دي بقت مؤسرة جدا جدا في أولادنا عارفين ليه لإن إحنا ذات فينا جدا جدا للهشاشة النفسية فبقينا في الوقت الحالي حتى الأولاد ما بقوش مستحملين وإحنا عارفين دلوقتي إن فيه كثير من الأولاد بيمروا بالطرابات نفسية وبقى خلاص القسم اللي موجود عند أطباء النفس الخاص بيه التطبيب النفسي للأطفال بقى شغال فبقى دور مهم على كل مربي سواء أم أو أب أو معلم إنه يسعى إنه يربي أولاده أو تلامزته على الصلابة النفسية على الاتزان النفسي على الصمود النفسي والرسوخ لكن بعض المربين بيظنوا إن هم بيحسوا بالضغوط وإن أولادهم عندهم بلدة ولموا بلاء وأولادنا بيمروا بضغوط على فكرة أولادنا المتصولين أولادنا ما بيمروش بدغوط الأولادنا بيمروا بدغوط بس فرق أنه ما بيقدروش عبروا عن الضغوط اللي بيمروا بيها زينا بيمروا بدغوط دغوط الإمتحانات والدراسة وضغوط مجتمعية والأقران والزمله والتنمر والسوشيال ميديا اللي بيحصل لهم اللي احنا مش عارفين بتعمل ايه في نفسهم احنا كنا عارفين المدرسة وضغوط المدرسة كانت بتعمل فينا ايه احنا دلوقت مش عارفين السوشيال ميديا بتضغط على الأولاد ازاي احنا كمان فكرين ان أولادنا ما بيحسش ان هو لما يكون في مستقى اجتماعي وهو عنده أمل انه يبقى في مستقى اجتماعه تاني احنا بحس انه ما عندوش ضغط هو كمان عنده ضغط عنده ضغط انهم الفقد بيعملوا ضغط التحول من المدرسة للمدرسة بتعملوا ضغط الطلاق والمشكلات الأسرية بتعملوا ضغط واحنا مش عارفين ده كله بيعمل ليه في أولادنا وفيهم مهارسات بنمارسها بتزود الضغوط خمس حاجات احنا بنمارسها بتزود الضغوط أول حاجة احنا قلنا الخمس حاجات اللي بتخلينا نضط خمس حاجات احنا بنمارس بيها الضغوط بقى على أولادنا كتر اللهم والانتقاد والشكوى دول أكتر حاجة بتكسر من عدم أولادنا بتخلي عندهم شاشة وتخليهم شكين في نفسهم ومهزوزين ومش حسين إنهم مقدرين على حاجة وفي كتير من أحيان ما بيقدروش يفرقوا من بين الصعوب والخطأ وعشان كده حضرت النبي كان إيه لم يقول لي لي شيء فعلته لي ما فعلته ولا لي شيء انتركته لي ما تركته عشان يثق بنفسه حضرت النبي مش كان سايبه حضرت النبي كان بيديله فرصة يثق بنفسه ويستطيع إنه يتأخذ القرار وما يبقاش محسوس وعشان كده أولاد ده ما بنقعد نتعامل معهم بكتر الشكوى والانتقاد واللوم إيه اللي بيحصل ما بيقدرش يفرق ما بين الصح والغلط وعشان كده لازم إحنا ما يحسوش بإن الغلط راكب فيهم لكن هو لازم يحس إن الغلط ده حاجة الفعل هو اللي غلط بس مش هو اللي غلط ولازم نخلي عندهم حافظ المحاولة والتجربة لكن كتر الشكوى والانتقاد وكمان اللوم بيخليهم للأسف بيزود عندهم الضغوط حاجة تانية كمان التهديد أو المبالغة في التحذير بتزود الضغوط عند الأولاد وإحنا بنستخدمها كده بكل سهولة كم التهديد وكم مبالغة في التحذيرات اللي إحنا بنستخدمها كم يخلي أي واحد يتهز حتى الكبار ده الراجل لما بيقول لمراته إن هو هيتخلى عنها ما بتعرفش بتقول لأن فيها حاجة كسد ما تنفاش تصلح وإحنا عاديين نقول لأولادنا إن إحنا مش هنسأل فيهم مش هنهتم بهم تاني روحوا أمال لأنوا عايزينهم ولا أنت ابني ولا يعرفك إيه ده كله ده أوقات الكبار بيفكروا إن هم بكده بيعلموا أولادهم الجدية والمسؤولية مسؤولية مش بتيجي بالتهديد ولكن بتيجي بإيه بالتعليم الرشيد بتيجي بالإرشاد بتيجي بالتوجيه بتيجي بطول النفس والصبر عليهم حالة التالتة اللي بنزود بيها الضغوط على أولادنا التوقعات العالية في أولادنا بتحسسهم بضغط عالي جدا إحنا مش واخدين بالنا أنا أعرف أولاد في الامتحانات بيصابوا بنهير عصبي لأنهم مش قادرين يجيبوا السقف لأباهم وأمهاتهم حطانها لهم طول الوقت فيه فرق كبير جدا إن أنت تشجع لازم تعرف القاعدة دي فيه فرق كبير جدا 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 بإنك تشجع ابنك وتخرج أجمل ما فيه وإنك تتوقع منه أعلى حاجة طول الوقت إيه الفرق؟ إن بتشجع ابنك يعني إيه اللي حاصل إنت متقبله على كل حال وبتدعمه على كل حال ما تحسسهوش إن اهتمامك وتقبلك ده مؤيدة هتأخذ التقبل والاهتمام ده والمحبة في مقابلة في مقابلة إن أنت تتحقق التوقعات بتاعتي حاجة تالتة اللي بعد كده بتحصل ده دوام المقارنة ما بين ولادك وبعضهم وبعض أو بين أولادك وأولاد أريبك أو أولاد صحابك ده بيحسسهم إن هم إنت شايف إنه ده بيحسسهم إن هم عندهم دفعية إن هم يكونوا أفضل لا والله ده بيخرج أسوأ ما فيهم ليه بيخرج أسوأ ما فيهم لأنه بيحس إنه في الحقيقة هو مش مهم المهم صورتك قدام أريبك أو قدام أصدقائك أو قدام الناس حاجة الرابعة التعبير عن الغضب بالإهانة إنك تعبر بالغضب عن الإهانة إنه ينتهينه في بعض الأباء لما بيحاولوا ويشرحوا حاجة لأولادهم مثلا ويفيد بيهم للأسف يسب بابنه أو يشتموا أو يقلل منه يقولوا أنت غبي ما بتفهمش أو يضربوا للأسف وده حاجة فضيعة والأفضع منه لما يضربوا على وشه مثلا أولادنا ليهم أعراض على فكرة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فعرض ابنك حرام عليك إن أنت تهينه وحضرت النبي قال إن الرفقة ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة لازم تكون عارف إن ده ما ينفعش الحاجة اللي بعد كده اللي بنستخدمها وبتزود عندنا كمان الضغط على أولادنا في بعضنا بيعمل حاجة تانية أول ما أولادنا يحسوا بالضغط من المسؤولية عليهم يكون هو البديد عنهم وده كمان الحاجة الخامسة اللي بتزود لإيه الضغط إنه يجري يروح عامل لحاجة مكانهم فييه اللي يحصل فيقوم بالمسؤولية عنهم فالأولاد فهو مش منتبه إن ده بيعمل إيه بيحسسوا إنه لا يمكن يستطيع إنه يعمل حاجة وإنه مش قد الحياة وإنه ما ينفعش يسق بالنفسه طب إزاي بقى نعلم نفسنا وأولادنا يتعاملوا إزاي بأفضل طريقة مع الضغوط أول حاجة اللي يجب نعرف ونتعلم ونعلم أولادنا إن الضغط لما ييجي فده وقت إنه هو يخرج أجمل ما فيه كم مرة لما حسنا بالضغط اكتشفنا نفسنا ولقنا نفسنا عندنا قدرات غريبة ما كناش مخيلين إن هي ممكن تكون عندنا فاكرين لما الضغوط بتخلي الواحد يجري وصادق للأشياء الخطرة فينجو فيفرح إنه هو نجي فيبتسم ابتسامة إنه هو نجي أو إنه يذاكر حاجات بسرعة جدا 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 في وقت ما كانش قادر يزاجلها لما انضغط يبقى أول حاجة لازم نعرف إنه الضغوط مش جاية عشان تكسرنا الضغوط جاية عشان تضغط علينا لإن فيه أشياء تكلست فنخرج أحسن ما فينا وعشان كده إيه عجبا لأمر المؤمن حضرت النبي قال لنا كده أمره كله خير أمره كله خير يعني إيه ده يعني الضغوط بتعمل خير آه الضغوط بتعمل خير تاني حاجة علم نفسك وأولادك قيمة وحقيقة مهمة جدا في حياتنا وهي حقيقة وقيمة الوسع إن الدنيا واسعة وإن ما فيش حاجة اسمها الفرصة الأخيرة ده فضل الله واسع وربنا سبحانه وتعالى اسمه الواسع وإن رزقه سبحانه وتعالى واسع فحياتنا فيها مجالات كتيرة ومش مقتصرة على الجانب الوحيد اللي انت شايفه ده وإن ما فيش حاجة اسمها الفرصة الأخيرة الحاجة التالتة اللي انت لازم كمان نعملها إن لازم نقدر ونشجع سعي أولادنا ونخليهم ياخدوا بالأسباب وما فيش حاجة اسمها علاقة حتمية ما بين السبب والنتيجة ولكن احنا عندنا معانا ربنا سبحانه وتعالى ولازم احنا بنعلم أولادنا بشكل واضح نعلمهم من الحاجات الصغيرة مهما كانت صغيرة لكن هي ليها قيمة إذا احنا عملناها بالإحسان طب نعمل إيه بقى؟ شوية الإجراءات بقى اللي احنا ممكن نعملها عشان نستطيع إن احنا بسرعة نوصل إلى إن احنا نصل إلى إن احنا نخفف الضغوط عن نفسنا أول إجراء ممكن نعمله لما يكون أولادنا مضغوطين زي اللي في الامتحانات مثلا اللي احنا فيها دلوقتي حاول توفر بيها هادئة ليهم ولو إنت مضغوط ومتوتر امسك نفسك من إنك تطلع غضبك فيهم أو يا سيدي أخرك وحاول تعمل طريقة تخليك أهدى في التعامل مع الضغوط بأول حاجة يبقى أنت عندك مسؤولية إن أنت تخلي البيئة هادئة الحاجة التانية وقت الضغوط زود دعمك لأولادك وطمنهم وشجعهم وخلي طن صوتك كده ما تخافوش إن شاء الله كل حاجة كويسة اتكلم بالصوت ده ما تكلمش بصوت مرتفع الصوت المرتفع بيزود قلقهم خليك أنت حتى في طريق تعبيرك هادي ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد عليه الصحابة إن هو بينفعل حتى في أوقات شديدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما يطمئن أصحابه لن تراعه لن تراعه خليك كده طمنه إن هو ما يخافش ما يخافش الأمور إن شاء الله تحت يدي مولانا سبحانه وتعالى وربنا مولانا حنين ومولانا طيب وربنا مولانا جميل هديه خلي عندهم أمل ولو تعثروا مرة علمهم إن دي مش النهاية وإن ربنا واسع تالت حاجة لو حد من أولادك عنده مشكلة كبيرة في التعامل مع الضهوط زي مثلا في بعض أولادنا في الفترة امتحانات ممكن يتوتروا لدرجة إنهم يقرروا ما يدخلوش الامتحان فإن لازم نلجأ لمتخصص يساعد أولادنا في إنهم إزاي يتعاملوا ويديروا الضغوط على فكرة ليه؟ لأن أولادنا تربوا على ضغوطنا على ضغوطنا إحنا ففي كتير من الأحيان بيعمل إيه؟ بيبقى كلامي معاه مش هوك كلامي مؤثر حتى لو أنا عارف ما دخله وعارف إزاي أهديه لكن إيه اللي حاصل؟ بيبقى كلام المتخصص عشان مرت عليه عدد من الحالات كتير قادر إن هو يعمل إيه؟ قادر إن هو يعمل مدخل لطيف ويسمعه وساعات الإبن بيقول إن البيئة كلها مضغوطة فالكلام ده ده كلام مش مجرب ده كلام مش صادق ده كلام إحنا بنقوله عشان نتحق على نفسنا لكن لما يسمع الكلام المتخصص ويسمع الكلام كمان من حد يستطيعنا ويساعده الأمر بيبقى مختلف تماما وبينجز الأمر ده والناس بتخرج من ضغوطها وتحس براحة الإجراءات دي اللي احنا عملناها هتخف علينا كتير من الضغوط وتخلينا أحسن وتخلينا أوفق وتخلينا كمان نتعلم إن الضغوط أبدا مش جاي عشان تكسرنا الضغوط جاي عشان تنورنا نشوف بيها نور ربنا ومدد ربنا ودعم ربنا لنا فيخرج أحسن ما فينا يا رب جعلنا دايما من الرشدين وجعلنا دايما داعمين لأولادنا عشان يخرج أحسن ما فيهم صفحتنا على الفيسبوك صفحة دايما بنلتقي بيها مع حضراتكم عشان نتنور ونتلقى أسئلتكم المباركة وأسئلتكم المباركة هي الجسر اللي بتوصلنا بمجالس العلم وتفضل ونورة قلوبنا ومن حسن الطالع أن أول سؤال عندنا من الأستاذة أمل أستاذة أمل اتفضلي سلام عليكم عليكم سلام ورحمة الله بركاته اتفضلي يا أستاذ أمل حضرتك أنا متجوزة عندي ثلاث بناس رابعة ابتدائي وولى ابتدائي وكيجي وانا نعم أنا متربية قويدي والدتي ممتصلين عن بعديهم بس أنا تمالي حط ربنا قدامي وبحط ربنا وبصعش في كل حاجة يعني الحمد لله بصومي بصلي واثنين وخميش وكل حاجة بس كنت عايزة أعرف بس أنا تمالي عصبية وبضرب أيالي وعلى كله مشاكلة موجوزة عرفها عميلة دا لأنا كنت أسألك فيه دا أستاذ أمل دا أستاذ أمل دا لأنا كنت أسألك فيه في أكتر الأوقات يا أستاذ أمل بيبعو أولادنا هو مسرح الخناق الخفي مسرح الشجار الخفي مع بين الزوجين يعني الزوجين بدل ما يتخنقوا مع بعض يتخنقوا فين يتخنقوا في الأولاد يبقى الأولاد دولة هو المسح اللي احنا بنتخانق فيه تزعق للولد كده وتقول له كلامه يا عايزة الكلام ده يوصل لجزة جزة يرفض الحاجة للولد عشان الست تحس ان هي لما نكدت عليه هو نكد على البيت كله فاتحول الأولاد إلى ماذا؟ إلى أداف المعركة فلو بتسأليني نعمل ايه؟ انت مش محتاجة لا متخصص انت محتاجة بس ان انت تتوافقي انت وزوجك فتعودوا مع بعض وتتكلموا في ايه اللي بينكم وتتكلموا بشكل صادق وكل واحد يقول اللي في قلبه واحد يطلع كل اللي في قلبه بصدق عشان نقدر نتحسن ونبقى أفضل سمعاء أستاذ عمل سمعاء فإذا أستاذ عمل أنا بقولك المسألة كلها فيما بينك وبين زوجك لما تحسن اللي بينك وبين زوجك كل الكلام اللي هيكون بينك وبين أولادك ده هيتحسن وعصبيتك هتقل أكتر حاجة دايما بقولها للناس يعني فاكرين حديث ما ترك ليست هناك فتنة أشد على رجال من النساء كمان ما فيش فتنة أشد على النساء من الرجال علاقة اللي بين الزوج وزوجته ممكن تخلي زوج يروح ينتج انتاج ما فيش زيه وممكن تخلي زوجها تخلي البيت بيبرق وبيلمع ومؤجمل بحاجة والفساد العلاقة ده ممكن يوصلهم والعزو بالله ان كل واحد فيهم يضمر حياته لو سمحتي توافق بينك وبين زوجك يعيخلص مسألة العصبية ومسألة الغضب ده يا سيدة احنا دايما بننبع على مسألة التوافق على ان التوافق أحد الحلول السحرية في البيوت يا رب جعلنا دايما المتوافقين ونكمل أسئلتكم المباركة ونتلقى أسئلتكم ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة ومعنا سؤال من أم حسام سيدة محسام تفضلي نعم وفضلي الله يخليك يا ربي دايما بصي وقلها حضرتك ايه انا جدا انا عندي ستين سنة انا عايز اقول لك الموضوع ده يعني مهمة اوي 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 ان حضرتك كمان تذكر فيه مش الولاد اللي طالعين الجدات والستات زي ما تربوا ربوا ولادهم عايزين نفس الشدة ونفس الأحكام ونفس الكلام ونفس الطبعة تبقى هي وطبعا احنا ولادنا اتأثاروا اتأثاروا بكل كل كلام ده عشان كده ده وقت لما الواحد بيشوف تعالش يعني ايه بقى جده وقو جد لما يشوفه طفلي بالضرب او بيتعنف بيفتكروا ان دي حنية زايدة بالعكس دي تجارب يعني اللي انا كنت بعملوا ما اتمناش اني ولاد يعملوا فكل ده انا بتمنى من ربنا ان يتغيروا يعني نخلي التغيير مش في ولادنا اللي متجاوزين عندهم ولاد فينا احنا كمان عشان نقدر نفيدهم ولو ما قدرناش نفيدهم ما نقولش لان الوقت شو فعلا الكلام كتر قوي لان الاجيال دي الطلقات كتير قوي والولاد كتير قوي تعبوا صحية وبعدين احنا نرجع نقول هم اللي فاشلين لأ احنا اللي كنا فاشلين عشان تفكرنا لسه زي ما هو بص حدث بك انا عندي سؤال بس انا لو انا حلفت بالله اني انا مرد على تليفون ما ولازم يعني المفروض ان انا رد بس انا مش هرد عشان انا يعني حاجة زي كده تعبتني ده مش زمد برضه علي بص حدك انت دلوقتي بتسأليني عال التليفون اللي بيئزيني واجب علي ان انا رد عليه حسب اهليته هل هو تليفون لسلة رحم ولا تليفون لحاجة اه طبعا اه اه ده سلة رحم بالبنت وباباها طيب انا عايز اقولك حاجة كان رسول الله عليه وسلم اذا اقسم على شيء واجد الخير في غيره فعل الخير وكفر عن يمينه يعني انت لو عملت كده وشايف اني ده طاعة وسلة رحم وانت محتاجة تعمليه اعمليه وكفر يعني هذا اليمين اهو اتحلفي على حاجة فيها قطعة رحم لا يجوز الحلفان على قطعة رحم فاذا كان التليفون ده فيه قطعة رحم وعلى فكرة وسلة الرحم مش لازم بالتليفون اه ليه بقولك التفصيلة دي ايه ان سلة الرحم مش لازم بالتليفون ممكن تزوريها اه لكن اوى اما واني انت شايفة الخير ان انت ترد على التليفون رد على التليفون وطعيمي عشرة مساكين هو مش خير لي لاني انا ما بسماش حاجة ولو حتى انا بوس عددك دي زي ما بقولك سلة الرحم مش بتكون بس بالتليفون لكن انتي لو اني شايفة اني ده في خير اعمليه ولو عملت ده ان شاء الله تسابي على ذلك وتكفري عن يمينك شكرا يا دكتور ويعني ربنا يقويك يا ربي كده ويزيدك عشان البلاد اللي طالعين ان شاء الله ربنا يكرمك يا دكتور عام شكرا جدا انا منتلل الاتصال لك شكرا يا محسين معانا ابو مصطفى من الشرقية شكرا عليكم يا دكتور عليكم السلام وراحة لواكاته اتفضل حاجة ابو مصطفى والله حضرتك انا دلوقتي فيه بيني وبين زوجتي مشاكل ورافع عليها كزا عضية طي تمام ومن ضمن الاواضي دي الدهب وهي راحة يوم الاربع تحلف يمين الله ان هي ما خدتش الدهب طي فوالله والله والله يا استاذنا هي واخدة دهبها كله اللي موجود في الايمة واخدها وبزيادة طي كنت عايز حضرتك تتوجه لها نصيحة من خلال حضرتك ماشي ان هي استراجع نفسها وما تحلفش اليمين خوفا على هي لان انا يعني استقافة اللي عندي ان اليمين ده شديد والكدب طبعا حرام ماشي انا بامانت الله يا استاذنا ان هي واخدة دهب كله معاها ماشي هي بتقول لا ما خدتش الدهب تمام فكنت عايز نصيحة من حضرتك ليها ماشي وانا اعمل ايه يعني في الحالة دي انا اعمل ايه بالضبط انا اجاوب من الاخر السؤال يا ابو مصطفى انا اجاوبك يا ابو مصطفى انا عندنا دلوقتي فيه شوية اصول كده انا عايز اعلم يعني عايزين نتكلم فيها مع المفتين وهما بيفتو لو سمحت لما المسألة تكون مسألة خصومة خلي بالك خليك منتبه وحاول بقدر الامكان تراعي ان دي خصومة الامر يشتد خطرا بقى اذا كانت المسألة مرفوع فيها الامر للقاضي عشان لازم تكون منتبه ان الامر لما يكون مرفوع للقاضي قد يكون كلامك معكر على عمل القاضي الا هو في الحقيقة المسألة بيتعانده دلوقتي فانت لازم تنتبه لان ده قادر المسلمين فانت عليك ان انت تحترم هذا الكلام بشكل واضح في اطار بقى سؤال ابو مصطفى سؤال ابو مصطفى اللي هو بيقول لي ان فيه حد يحلف كذب بس انا عايز والله تقول لي اعمل ايه انت ابو مصطفى روح لزوجتك اللي هي لسه زوجتك او ان اللي حصل بينكم خلاف روح وكلمها انت لكن انا مش هتكلم على الهوى واروح اقول لها ما تحرفيش كذب فانت تروح تقول ده حتى الشيخ قال لها ما تحرفيش كذب ليه طيب لان انا في الحقيقة ومش موافق على ان دياءات اللي بتيجي هنا كده فيما يتعلق ببعض الامور الوسرية اللي محتاجة شوية حنية شوية تعامل رشيد بلا شك كلنا عارفين ان شهادة الزور ولا يزو بالله من الكبائر لكن احنا دلوقتي عايزين نعرف هل انت قمت بكل وجبك بانك انت تحسن اليها بان انت تجيب حكماء يتدخلوا بينك وبينها يا سيدي قبل الجلسة هاتها يا سيدي على مركز الشيخ الزواجي ونشوف ممكن نقدم لكم ايه من الخير لكن انا شايف ببساطة خالص ان مش كلامي هو اللي عيغير من موقفه عارف مين اللي عيغير من موقفه يا ابو مصطفى حضرتك حضرتك تخلى على ان هي اهانتك وازتك وحاول تفكر هي كانت محتاجة منك ايه لان يكونها بتعمل الكلام ده سواء بقى انت شايف ان حد اثر عليها حتى مين اللي سابل الحد التاني ان هو يأثر عليها ويخليها تعمل كده زواء كان امها او المحامي او اي حد فانا رأيي ان انت ببساطة تكون قد هذه المسئولية وتروح تكلمها مش انت سألتني اعمل ايه تروح تكلمها وتقول لها اي حاجة ممكن نحلها بالود تعالي نتكلم ونشوف ايه اللي حصل بنا عشان نصلحه انا شايف ان هو ده الطريقة الصحيحة للتعامل في الموقف ده يا ابو مصطفى ومش هيردها عن ده غير لما تحس ان هي غلطت في حقك تحاول تحسسها بكده استاذة نجلاء من الفيوم تتفضل السلام عليكم يا شير وعليكم السلام ورحمة الله بركاته لا سمحك يا شير بالله لك اسمعني ديني حل بسيطة اقدر افضل المشكلة انا فيها ربنا يعينا ان شاء الله اتفضلي انا في مشكلة مع والدي يا شير انا حسنا بقالي فترة جندا بقالي عشر سنين او اتناشر سنة تمام انا عرفت ان والدي كان موظف وعرفت ان والدي اخد مبلغ مالي مقابل حاجة هو عملها تمام الكلام ده ده انا كنت بسه ما تزوجتش ولما عرفت الكلام ده يعني مفاجئة ما عرقش محدش قال لي انا عرفت لما لقيت مبلغ كتير في البيت لان انا بحطن ان انا الكبيرة انا اللي كان ايجي في كل الحاجات اللي في البيت فلما سألت والدتي يا امني الفلوس دي انو وضعها ايه وايه يا منين ده مبلغ كتير قلت له الله يا بنت انا معرفش حاجة اه قلت لها لاحسن جببا ما يكون في حاجة قالت لي لو فيها حاجة حرام انا وانتو انا واخواتك دارئين من كل حاجة والدك عملها تمام طبعا انا جيت تزوجت بعدها مباشرة نكملت الشهرين وتزوجت وثبت البيت حصلت مشكلة في البيت مع والدي والدي فلت نقشو قال لها ايوا عملت كذا وعملت كذا وقررها بان هو عمل حاجة حرام تمام دلوقتي يا شيخ بيتنا انا عارفة ان كل اللي نبتة نبتت من حرام النار اولا بها طيب اخواتي كلهم في مشاكل وصلت لانه هم بيدربوا بعض الولاد والصبيان كمان اللي موجودين في البيت بالفزي يمكننا عشان بايدة ومش هناك على طول مفيش مشاكل طيراني او زي اللي في البيت سؤالك فين يا سؤالك فين يا استاذ النجلاء نعم سؤالك فين مستمع يا شيخ سؤال حضرتك فين سؤال حضرتك ازاي اخلي والدي يقلع عن الزنب دا وياتور لان هو طول ما تبشي طول ما تبشي عن الزنب دا انا عارفة انها هتفضل تفشد في البيت طيب حضرتك اخواتي كمان انا مش عارفة وصله المعلومة وكل اللي يتكلم معي يا شيخ بيصور عليه وممكن توصل لضرب واهانة انا وصلت ان انا اتكلمت معاه من سنة ضربني وشحتني وبهدرني وخلاني لحد دلوقتي محرمة على البيت ان انا ادخل البيت هناك طيب يا استاذ مش عارفة ازاي خليه يقلع وياتور عن هذا الزنب وزنب مش قليل جديد طيب حاضر حاضر مش معقولة عن جيبه يقلع على هذا الزنب على الهواء سيبيني تلعب اقولك هتعملي ايه يا استاذ النجلاء استاذ النجلاء ممكن والدك ببساطة خالص ببساطة وبسهولة يعني هو وهي بتنرفزه وبتقوله انت جبت الفلوس ده منين واضح ان والدك عصب واضح ان والدك مش بيقدر يدير غضبه فإن اللي حاصل فاللي حاصل ان والدتك لما ضغطت عليها ايوة يا ست انا جبت الفلوس من حرام وانا عملت كذا كذا وعلى فكرة ممكن يكون هو كان بيخبي فلوسه وبيحاوش فلوس من وراها فافتراض ويقين بان ابوكي عمل حاجة حرام انت ما شفتيش انت اعتمدتي على انك انت سعدت القاضي وابوكي اقر عندي وكيل النيابة بتاع القاضي اللي هو والدتك وانت ما شفتيش اي حاجة ولا تعرف اي حاجة كل اللي عندك بس ان فيه فلوس والفلوس دي اتحرام واحنا عندنا مشاكل في البيت احنا عندنا مشاكل في البيت لان فيه واضح ان العلاقة متوترة متوترة من ما بين ابوي وامبي اخواتي بيدرابوا بعض لانه نشأوا فيه علاقة متوترة زوجية انما مسألت بقى ان دوت كان سببه المال الحرام انا ما قدرش اقطع لك بي يا بنتي انت مصرة ان انت تعملي حاجة ولزيك لما روحت اكلمتي والدك ايه اللي حاصل راجل تعصب لانه هو احس ان انت بتهنيه وبتكلميه في شرفه الامر التاني انت بقى اصلا ما حضرتش القصة اللي كانت ما بين ما بين بباكي وممطك عشان تقطعي بان الرجل جاب الفلوس من حرام لكن السؤال العاقل ان احنا قد ايه نساعد ابونا على انه هو يهدى ويرجع الى الله سبحانه وتعالى عسى ان الالاقة اللي بينه وبين امي تنصلح انا مش موافق ان انت تعتبري ان انت نشأتي من مال حرام انت ما شفتيش ده ولا موافق ان انت تقولي ان البيت كله نشأ من حرام انا مش موافق على ده انا ما عنديش دليل انت الدليل الوحيد اللي عندك ان انت تشوفي ده او انك المال ده والدك يكون مقرب انه هو عمل ده في ظرف عادي وهو بيتوب لكن احنا بنتخانق مع بعض وهو يقول كلام اصلا انت ما سمعتوش وما سمعتش والدتك قالت ايه فانا نصحت لحضرتك شيري فكرة ان انتو نشأتوا من مال حرام خالص شيريها من دماغي وهد المسائل وتعامل مع والدك بشكل حسن وبعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل ساعتها لما والدك يستقر ويهدى ممكن ينشرح صدره تعرف الحقيقة لكن انت دلوقتي مش تقدر تعرف الحقيقة ابدا وقرارك ده قرار غير صائب ان انت تقولي ان والدي جعل البيت كله ينشأ من حرام لا مش موافق على ده ولكن البيت فيه خلافات والخلافات تعمل اكتر من كده واسوأ من كده فالخلافات اللي موجودة في البيت لا تصلح دليلا على انكم نشأتم واكلتم من مال حرام نعم استاذة مونة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حالتك عاملية نعم وفضل الحمد لله بيبعب يعني المشاكل بسأل على حاجة بالنسبة للصلاة وكده يعني تفضلي بس ده يلي كده دعوه حلو ربنا يفرح قلبك ربنا يفرح قلبك وان شاء الله يشرح صدرك ويرزقك رزقا واسعا عاجلا غير عاجل ان شاء الله اللهم ايين ايين رب العالمين اولا بالنسبة لان والدي متوفي الله يرحم فانا عايزة اعمله اه يعني انا كده كده بخرج كل يوم حاجة لله بمضلق بسيط كده ايه على روحه بس مش من معاش بتاعه انا بشتغل وبخرج من عندي هل كده بتبقى محتسبة عند ربنا ولا لا ان شاء الله تبقى ان شاء الله في ميزان حسناته ان شاء الله ان شاء الله بالنسبة بقى لصورة الكهف اللي ما يقراهاش يوم الجمعة هل هي لها اولا وقت يوم الجمعة تتقارى فيها نعم واللي ما يقراهاش هل هي كده يعني كانان يبقى مش زي ما بنسمع مش بتبقى نور من الجمعة للجمعة بنسبله طيب اعجاب اعجاب على حضرتك اعجاب على حضرتك استاذة مونة احنا خلاص ان شاء الله ما تدفعي ان شاء الله لما تقولي ان دهوت ان شاء الله نقهب مثل سوابي هذا الى ابي اصدق ليه باتفاق ان شاء الله الحياة التانية ببساطة ان انت بتقولي ما لم يقرأ صورة الكهفة على الأسبوع يبقى ظلم لا ده صورة الكهفة لما يقرأ الانسان تكون مزيدا من النور وباركة فيه اسباب للنور كتيرة من اهمها من الاسبوع للاسبوع من اهم انوار كل يوم في نور وكل ساعة فيها نور والسحر في نور والبكور في نور كل دي انوار بتحصل في حياتنا ما فيش مش هو مصدر نور واحد بس احنا فيه ناس فهمونا ان المصادر للنور بس هي الحاجة الوحدة اللي هي لازم نلتزبها ونعملها لا فيه مصادر للنور كتيرة جدا منها ان صورة الكهف نور مبينة الجمعتين حلوة اوي لغاية امتى لغاية مغرب يوم الجمعة طيب وزا ما قرأهاش الانسان ان شاء الله ربنا يا سبحانه تعالى يجيب له نور من مصدر تاني مش معنى كده انه لو ما قرأهاش يبقى يوم اسبوعه مظلم ده كلام كله ما يصحش لان الله سبحانه تعالى فضله واسع ورزق واسع ولذلك ما حدش اوجب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولكنها من السنن المؤكدة الذي كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذ رضا تتفضل ايوة فان بيم السلام عليكم تفضلي يا استاذ رضا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحركة عم الشيخ اتفضلي انا دلوقتي اخو اخو جوزي مخصمه وتكنين فوقينا طيب طيب دلوقتي جي يطلع عشان يعزمه فرح بنته لابنتي وانا طلعت عزمت في الفتي وما نزلوش لينا هي الموضوعية فاشكل بس هم ما نزلوش لينا بس انا طلع من وراء جوزي في الفتي هل دلوقتي الحاجة محرمة علي ولا هو جوزك حلف عليك يقلك منعك اعمل اي حاجة من ده لا لا هو ما منعنيش بس انا طلعت رضا عشان حماتي بس بتبقى راضي عني لا بالعكس اللي انت عملتيه ده ممكن يكون يدخل في اصلاح ذات البين ان انت بتصلاحي ما بين اخوه ما بين الاخوات وبتصلاحي ما بين الام وابنها ويعرفت ان الموضوع بتاع بنتي تفاشكل قبلها عبل الخطبة بيوم ما نزلوش لينا وما نزلوش لاخوه ولا حاجة حاجة رضا مكرم الاخلاق بتكون حتى لو الاخر تعامل معنا بمساوي الاخلاق فاللي انت عملتين ان شاء الله في ميزان حسناتك وان شاء الله ربنا يكتب لك الثواب فيه وان شاء الله ربنا يسلح ذات البين ان شاء الله يا سادة عايز اقول لكم حاجة الضغوط دي كتير منها بيبقى من اوهمنا وكتير منها احنا اللي بنصنعه الضغوط دي سهل ان الواحد تتخلص منها ومن اكتر الحاجات اللي انت ممكن تجرب ان انت تتخلص من ضغوط ان انت تساعد حدا ان هو يتخلص من ضغوط لو علمتم اولادكم وساعدتكم اولادكم ان هما ما يكونوش مضغوطين وان انتوا ما تربوهمش بالضغوط وان انتوا تساعدوهم دايما ان هما يكونوا في بيئة هادية وتشجعوهم وتدي لهم فرص للتجريب وكمان تكونوا معاهم تبثوا فيهم الأمل وان الضغط دوات حاجة مش هي اللي هتحدد انت راجل مسؤول ولا لا ولا هتحدد انت انسان قد حبي ولا لا ساعتها انتوا هتحسوا ان الضغوط دي زي ما قدرتوا تخلصوا أولادكم من الضغوط وانتوا كمان قدرين تتخلصوا من الضغوط وهنا هتكتشفوا الحقيقة ان ما كان من ضغط الا من وه يا رب جعلنا دايما لايزين بك داخلين في حماك دائما نرى مددك ونرى بركتك ونرى يا ربنا رحمتك بنا اللهم انا نعلم انه لا ضغط يقف مع قولك تعالى يا رب العالمين الله لطيف بعباده يا رب ان يردنا الرطفة في كل شيء ولا تجعلنا نستسلم الى انفسنا الامارة بالسوء لتسحقنا وتكسر عظام قلوبنا امام ضغط صنعته اوهامنا يا رب العالمين دخلنا في حماك فنسألك الرضاك واجعلنا دائما يا ربنا على رضا كان يعيش به نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في القناة